اشتركوا في القناة صدقني اول ما شفت كلمة الفنان قلت فيه اشي بالموضوع ما ظنش الاغنية عادية الا تكون مكسرة الدنيا يعني يا اما راح تكون فوق احلى من الاغنية اللي عملتها اصالة يا اما راح تكون تحت لما انكتبوا عم غيث مروان الفنان القدير قلتوا رب الكعبة الجماعة بنكشوا علينا رأس ولما بدوا يغنوا افهمت ساعتها انه انا في المكان الخطأ بس قولوا تكمل اسمع لعله وعصى يطلع اشي او يكون فيه اشي هيك يجي يمين يجي شمال لكن عباف طبعا هاي مش اغنية بس هم حبوا يعملوا هالاشي ويعملوا حاجة يعني عكس كل التوقعات وهم اساسا عارفين انه اصواتهم مش حلوة يعني عشان هيك كانوا ببشعوا فيها بزيادة يعني زي ما الاغاني العادية بحطوا فيها فلاتر عشان تحل الصوت هم الفلاتر اللي عندهم موجودة بس فلاتر تخريب في الصوت يازال ما غيث الو خاطر يجعر مش يغني مش هيك يا بو مروام مش هيك عفكرة اصالة لما عرفت انكم راح تغنوا الاغنية وقعت وهي بتصور في كلب الاغنية شوفوا هاي الفيديو طبعا بنمزح بس غيث واسامة ما خلوا حكي سبقوا كل التوقعات بالفيديو الرهيب اللي نزلوه بس سيبوكم من كل هذا لو بدا تطلع للفيديو من جانب تاني طبعا مش حسميه اغنية راح اقول انه في وراء رسالة فالرسالة بتقول انه كل اغاني اليوتيوبرز بيض لانه مش مجالهم اساسا الا اللي عنده موهبت الصوق اما كل اللي بصير تخبيص وبس اغاني عشان تحصد مشاهدات ما فيها اي قيمة او رسالة او معنى يا اخي صاروا كل اليوتيوبرز مغنيين هلقيت ما بنقدر نحكى عنك يوتيوبرز الا اذا كنت عامل اغنية ومنزل كلب على قناتك هيك انت يوتيوبرز رسمي احلمة في الموضوع انهم كتبوا اسم الاغنية يعني النسخة الانضيفة اللي متعوب عليها يا معلم الحاج مش عليكم طبعا الحاج علي اعطاكم التوزيع وخلاكم اتغنوا على نفس الكفار ونفس الاغنية انا حكيت اني بتفهم هذا الامر لاني موجود بعالم اليوتيوب بس لما حد غريب يسمع هالمواهب ما راح يصدق انه الهدف فقط للتسليه والضحك الله يسمحكم على هالعملة انتو صدمتوا الجمهور الصدمة ايجت هاده من كتر التشويق اللي كان قبل الاغنية لكن الجمهور ما استوعى بالصدمة شوفوا التعليقات شوفوا ابراهيم محمود كتب لهم بدنا كواليس تصوير الفيديو كليب مين معي اصالة ساخبروا الله بكل شيء غيث مروان معلق على الفيديو كاتب بتمنى تكون عجبتكم وان شاء الله لو قدام فيه اشياء راح تكون ابشع قصدي احلى يا عم عارف انت المصيبة اللي انت سويتها افضل شي سمعت في 2020 مين معي طبعا احنا معاك لانه هاده يعني اسوأ شيء لحتى الان نعمل في 2020 يعني لازم 2020 ما تتركنوا هيك لازم يكون فيه بصمة لغيث مروان واسامة مروان وفيه تعليق كمان لنور ياسين زوج اليوتيوبرز عزة زعرور طبعيين انتو بدر بدر اليوتيوبرز اللي بيعلق وبيعمل رياكشن على الفيديوهات كاتب اغمية علي من جمال الاغنية طبعا كل الشعب اجاء اغماء وصدمة كبيرة من هالاغنية الاصالة وانس ظهروا في نهاية الفيديو وهم عاملين ردة فعلهم على اغنية اسامة وغيث مروان وفي نهاية المقطع بحي اسامة وغيث على جرئتهم وعلى الفيديو اللي كشفوا فيه عورة كل اليوتيوبرز المغنيين اللي بصفتوا اي كلام ويلا ايجيني بتمنى المقطع وردة الفعل تكون عجبتكم لا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك في القناة ومشاهدة هذه المقاطع والى اللقاء في الفيديو القادم